طب فكرة الصراع ما بين كابتن شوبير وكابتن هنا بوريدا انت كابتن شوبير خلاص اعلن ان هو متواجد في تحد الكرة رأيك ان هو من مجلس واحد ينزل قدام بعض في الوقت الحالي ده لا هيتلم لو هم اللي جات على جاء هيتلموا ده ينزل رئيس والتاني ينزل مش هينزل وسط بعض ما هذا كان دلوقتي بدأوا ان هم يتصلحوا يعني احنا مش عايزين حد منهم بصراحة يعني ده وجهت نظري كل اللي مش الفترة اللي فاتت دي مايجيش تاني ما المشكلة الواحد ده انا عمال اقول لك اسامي انت قلت لي يا عم اسمع مصر ولادة بس هم يسبوهم يشتغلوا حتى لو احنا اقطعنا اول سنة تاني سنة هنتعلي يعني والاستاذ جمال علام هو كان له في الكرة مثلا ما ميسك اتعاد الكرة ومشت الامور والدنيا مشت وزال فل وبعدين هتتكلم اقول اللي انت عايز وكابتن احنا ما وصلناش كاس عالم 2010 هو انت القرار ده اللي اتخذ الهدف بهدف واحد ده وانا لسه مصر على الموضوع ده هم عملوا من نفسهم ولا كان فيه حد قاعد وتوافق ومضى ولا هو كده روراوة دوت قال لك عافية ان الجون بجون واحد ميجو جونيد مش لازم يبقى فيه اطراف تانية طرف من مصر وطرف من الملاتحاد الافريكي وطرف من الاتحاد الدولي عشان يبقى فيه امضة صح لانه قرار مصيري مين اللي خد القرار ده عايزيني اعرف بس مين اللي خد القرار ده مين اللي مضى ما بقله فترة كابتن تنسى فكر يا ابني ده ضيع بس انت كان جيل ما فيهوش غلطة احنا كنا بنقل بنقل متريكا ومعمد المتعب وحسن شحاتا والاب الروحي والكورة الحلوة كاس عالمة كابتن كان ياخد سفر منتخبنا يا عمي صلى على النابل مش كسب ايطاليا وكسب البرازيل وقصرنا من البرازيل ايو اقصر بس عملت انت ايه في البرازيل كان 3-3 و4-3 انت بقى يعني وكان ايه اول ماتش مع البرازيل مع بالك بقى انت لو كان اخر ماتش مع البرازيل بقى بعد ما خدت الثقاء بتاعت ايطاليا والكلام ده كان ايه اللي حصل كنت اتوفرم البرازيل كنت اتوفرم البرازيل احنا كان عند يا جدع في الماتش احنا كنا البرازيل ارجع للماتش كده هتلاقي ابو تركيا وتلاقي محمد شوقي وهتلاقي أعمال وينهري السود بسدان ايه عمي في ايه ايه في ايه ده جيل ده أكسم بجلالة الله كل ما فتكره أدي على اللي ماضى عشان يحرم مصر من تاريخ كان هيتعمل تاريخ ده انت كان تاريخ هيتعمل هنفضل نتحكى بيه فاكر ومنطقة بمصر في كاس عالم 2010 شوف كنا هنعمل ايه وعملنا ايه